سلطت لجنة والانضباط للرابطة المحترفة عقوبة مبارتين من دون جمهور على فريق شباب عنفكرون بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة الجولة الثالثة من المحترفي الثاني أمام شباب باتنا ورمي الأنصار الفريق المحلي بمقذوفات وألعاب نارية إلى أرضية الميدان كما غرمت دارة الشباب بمبلغ 20 مليون سنتيم جزائري هذا وصلتت اللجنة عقوبات الإيقاف بمباراة واحدة ودفع غرم مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم على كل من رياض كنيش لعب وفاق سطيف خرد لموشية لعب مولودية توهران بالعلام فارس لعب الدفاع تاجنانت ومسعدية أحمد لعب شباب قسنطينا كما حذرت اللجنة رئيس مولودية الجزائر عبد الكريم رئيسي وقامت بتغريمه بمبلغ خمسة ملايين سنتيم وصلتت عقوبة الإبعاد على رئيس أمل بوسعاد قسيمي الحساني وتأجيل الحكم النهائي إلى الجلسة القادمة